ارادات سوق ألعاب الفيديو ستعادل خلال الأعوام القليلة القادمة ارادات المنتجات الرياضية في أوكرانيا بحسب ما يقول خبراء اقتصاديون جمهور هذا النوع من الألعاب في تزايد مستمر ومعه تكثر المسابقات الدولية التي ترصد له جوائز بملايين الدولارات التقرير التالي يرصد حجم الشعبية الكبيرة لهذه الألعاب والمكانة التي تحتلها أوكرانيا في هذا المجال لا يزيد عمر الألعاب الإلكترونية عن الأربعين عاما ولكنها تطورت كثيرا خلال هذه المدة شركة الأبحاث الأوروبية قدرت بأن يتجاوز حجم سوق ألعاب الفيديو مع حلول نهاية عام 2016 الـ 95 مليار دولار وهذا ليس الحد الأقصى الألعاب الإلكترونية على غرار جميع ألعاب الفيديو بالإضافة لأهمية أن تكون ذات قوة وشعبية يجب أن تكون قادرة على التكيف بسرعة مع التغيرات التكنولوجية والشركة التي يمكنها أن تكون الأفضل ستكون ناجحة خصوصية سوق الألعاب يمكن أن تساعد في نفس الوقت الشركات الكبيرة التي تنتج الألعاب الإلكترونية وكذلك الأشخاص الذين ينتجون برامج أصلية خاصة بهم هناك محادثات بين الأستوديوهات الصغيرة بين المطورين المستقلين وبين أولئك الذين لم يجدوا لأنفسهم مكانا في صناعة ألعاب الفيديو هم يستطيعون أخذ التجربة من المنتجين الكبار وقد يحصلون على دعم لأفكارهم وبطبيعة الحال هذا الأمر مهم لدفع هذه الصناعة نحو الأمام صناعة الألعاب الإلكترونية في أوكرانيا وفقا لتقديرات المحللين هي أعلى من المستوى المتوسط عالميا ففي العام 2016 احتلت البلاد المركز الخامس والأربعين في ترتيب أكثر مئة بلد حقق أرباحا من الألعاب وهناك تقريبا 23 مليون من مستخدمي الإنترنت في أوكرانيا يصرفون على مثل هذه الألعاب نحو 140 مليون دولار لديكم الكثير من المبرمجين الموهوبين جدا ومطوري الألعاب ولديهم مستوى من الكفاءات المهنية أعتبره عاليا مطور الألعاب الأوكرانيون في الخارج معروفون جدا من خلال احترافية عملهم بسبب العملية العسكرية في البلاد وبالمقارنة مع العام 2014 تراجعت أوكرانيا في الترتيب العالمي بخمسة مراكز لكن خبراء يرون أنه مع حل النزاع القائم فإن الاستثمارات في هذا المجال ستكون كبيرة ومعه يتوقع أن تحظى صناعة الألعاب الإلكترونية الأوكرانية بدعم كبير ترجمة نانسي قنقر